مرحب بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج نور الحياة نور الحياة برنامج شامل كامل بيحتوي فقراته على فقرات مختلفة النهاردة فقرتنا فقرة مهمة جدا فقرتنا الفقرة المنتظرة الفقرة الطبية النهاردة نتكلم في موضوع مهم شائع وشاك هو أورام المخ والأعصاب ومراض العمود الفقري بصفة عامة ونتكلم فيه نهاردة مع قيمة وقامة علمية كبيرة الحقيقة وشرفنا سلسلة حلقة سابقة وان شاء الله نهاردة سنكمل ما بدأنا معه الحلقة السابقة النهاردة يشرفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد اللباد أستاذ الدكتور محمد اللباد استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري عضو الجمعية الأمريكية والكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المخ والأعصاب عضو الجامعية اليابانية لجراحة المخ والأعصاب أستاذ مساعد ديكوليت الطب جامعة الأزهر إن شاء الله نطلع فاصل قسير وهنرجع مع بعض نرحب بالدكتور محمد اللبات ورنجعنا لكم مرة تانية ومعنا القيمة والقامة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد اللبات أهلا بك يا دكتور نور أهلا بك أستاذ نور شكرا لك ومشتقين لاستكمال الحلقة بتاعتنا والحلقات اللي احنا بتاديناها من فترة أكيد متقلقة العادية يا دكتور شكرا لك كالترخيان عايزين نتكلم نهارده بقى في تكملة أورام المخ أورام المخ موضوع شائق زي ما انت قلت في الانتروداكشن بتاعتك وشائع كمان وشائع وكتير من الناس هل هو فعلا الأورام انتشرت ولا هل سهل تشخصها احنا متعملتش الدراسة على الحكاية دي كويسة بس أنا رأي يمكن النهارده بقى سهل تشخصها يمكن أنا لما أفتكر لما أبتدينا أنا أبتدينا أبتدينا 20 سنة كان فيه محافظات كتير جدا ما كانش فيها جهاز أشعة مخطعية واحدة النهارده قال لي محافظة فيها أكتر من 5-6 أشعة مخطعية على 3-4 رنين مغناطيسي فبقى ان احنا نطلب فحوصات النهارده يوم ما نشك في أي حاجة بقى حاجة سهلة جدا أنا رأي ان ده بقى سهل التشخيص وسهل تشخيص كتير من الأورام المبكرة واللي ده بدوره بصراحة بيبقى له الإفكت بتاعه على العلاج الجيد ده شيء مباشر يا دكتور بالخير تمام معنى ان حصل فحص وحصل اكتشاف المرض بدري هقدر ان تتعالج المرض بدري ده صحيح وده بيبقى اسهل للمريد واسهل للجراح ونتائجه افضل للاتنين ويمكن احنا ده برضو استكمالا للسلسلة ان احنا عاوزين نقول ايه الطفرات اللي حصلت يمكن في السنين اللي فاتت ما كانتش مقبودة يمكن لما ابتديت انا جراحة الاعصاب 98 للنهارده الطفرة فضيع على مستوى الفحوصات التشخيصية لو فاكرة حيك احنا المرات اللي فاتت والمرات اللي فاتت ركزنا على الاعراض ويمكن حاولنا نركز على الاعراض اللي مش شائعة وعلى فكرة حلقة دي عامت ضجة كبيرة جدا دكتور كل الناس راح تتعمل رونين وناس تعمل مقطعين لما احنا برضو عاوزين نتطمن الناس ان مش كل حاجة هيبقى لها اعراض وخصوصا الناس كتير جدا بتقلق من الصداع وكويس ان حيك يعني قلتيه للضجة والقلق اللي عند الناس عشان نتطمنهم مرة تانية رغم ان احنا طلمناهم في الحلقة اللي قبل كده احنا عايزين نقول لي الناس الصداع لوحده الصداع لوحده بس اللي احنا بنكتشف معا شيء يقلق ده قال من 12% يعني احنا بنكتشف في كل 2000 واحد هيجيله صداع هنكتشف فيهم اتنين مثلا طالع فيهم وارا في الموضوع انا بكلم على الصداع لوحده وما فيش اعراض اخرى ما فيش اعراض يعني مصاحبة ما فيش اعراض مصاحبة ما فيش تقلف ايد تقلف رجل تقلف الكلام ما فيش تشنجات يمكن ركزنا في الحلقات اللي قبل كده على الأعراض الغير شائعة لأن الأعراض الشائعة النهاردة أنا أي واحد هجيله تقل في إيد تقل في رجل تقل في كلام أشهر حاجة أنه بيجي في دماغ وجلطة دي أكتر حاجة بيجي في دماغ الناس وبناء على إحنا بنعمل فحوصات اللي بتقول لنا والله ده لا ده ورن في المخ لا ده جلطة وبناء على إحنا نمشي في سكة العلاج ده بيبقى سهل ممكن إحنا ركزنا على الحاجات اللي ممكن تعد على الناس ويبقى فيه ورن في المخ ما إحناش عارفينه لأ إحنا نتكلم مساعدة على الشائعة يا دكتر والغير شائعة والأعراض الشائعة والغير شائعة أحابينا نركز على الأعراض الغير شائعة عشان الناس تاخد بالها منها يمكن النهاردة ممكن نعاوزها نتنقل معاكي النقطة تانية الفحوصات والتطورات الرهيبة اللي جوه قط العمليات والكلها قدت لنتائج رائعة على مستوى الفحوصات النهاردة كل الناس عارفين فيه أشعة مقطعية وفيه رانين مناطيس وفيه بصابة وفيه من غير صابة لا النهاردة بقى فيه تطور غير عادي في الفحوصات التطورات دي مش بس أنا النهاردة برانين العادي وبالأشعة المقطعية العادية أنا عرفت إن خلاص إن فيه ورم في المه إحنا هنا بنضور على نتائج أفضل إزاي النهاردة ورم ده غالباً هيحتاج عملية إزاي ندور على نتائج أفضل وسلامة المريض وخصوصا لو الورم ده موجود في أماكن حساسة هنا يمكن دور الفحوصات اللي عايزين نتكلم عليها سواء كان الفحوصات أو المرحلة التالية اللي هي جوة قط العمليات وانها خلاص هنعمل عملية وازاي النهاردة نطمر الناس ان التطور بقى رهيب ومزهل وممتع ليه نحن كجرحين وبناء عليه بيقدر نتائج رائعة بتبهر نحن حتى كجرحين قبل العيان في كتير من الأحيان دكتور دايما لما يعني يخطر في بالي كلمة فحوصات أول حاجة بتيجي زيني الإشعاعات على طول الإشعاعات بزرط إيه تاني إيه السليب الغير يعني الإشعاعات اللي ممكن يعني نكتشف بها مرض زي مرض ورم في الموخ لقدر هو إحنا النهاردة اكتشفنا أن يشفي ورم في الموخ إحنا بندور بقى زي ما قلت الحقيق إحنا النهاردة أنا عاوز أتهم من الناس طب المرض ده هل هو هيأثر بعد كده ولا لأ أنا هعمل عملية وهشيل الورم دوت هل المريض بتاعها يتأثر طب ولو هيتأثر نسبته قد إيه ودايما إحنا المصريين والعرب عموما بننسى موضوع النسب أنا حتى بحاول أشرحه للمرضى كتوعي النهاردة حتى لو شيء يحمل نسبة من الخطورة لكن النهاردة أن نقول النسبة قد إيه 2 من 10 في المئة ينسيات تقول 2 من 10 في المئة للناس اللي عندهم صداع فقط لكن أنا عاوز أن تنقل بقى للحاجة تانية النهاردة كتير من الناس تيجي تقول إحنا عاوزين إحنا عندنا ثقافة الأرقام لأن الموضوع النهاردة لو ما شغلناش الأرقام مرعب بمعنى إيه دكتور سيكافر معنى إيه النهاردة أنا النهاردة لما أجأ أقول النهاردة المريض بتاعك وده بيحصل إحنا فيه احتمالية أن هذه العملية المريض بتاعك يطلع فيه تقل أو فيه نسبة من الشلط آه دي حقيقة إحنا هنا الرؤى بسيطة يصبح تقدمش على خطوة العملية أصلا من قلقها من مضاعفات العملية يقول أنه هطلع حالتي أسوأ مما كنت يعني أسوأ مما بلاش منها بقى خاول بالضبط كده إحنا عاوزين نقول أن الجراحة بصفة عامة المفروض وده طبعا المفروض أن خلاص بقى حاجة متفق عليها عند كتير من الدكاترة أنا كجراح ما بلجأش إلى العملية طول ما أنا عندي حلول أخرى يعني عملية لأخذ قطوة سيادتك بتلجأ لها إلا إذا فأحيانا بعض الناس بيجي كلموني لما يبقى مثلا ورم كبير جدا لابد من التدخل الجراحة فأنا بناقش الأهل طيب هل إحنا عندنا المفروض يبقى تفكرنا في حياتنا كلنا كده قال هل أنا عندي بدايل أخرى أنا النهاردة عاوز أروح من القاهرة الإسكندرية عندي بدايل فيه أطر وفيه عربية وفيه تاكسي وفيه أوتوبيس وفيه وفيه لكن لما يكونش عندي الغير بديل واحد بس يبقى أنا هنائش سلامة هذا البديل الواحد يعني أنا النهاردة لما قولنا أنه ما عنديش حل غير للتدخل الجراحة سيادتها هنضطر أن نعمل ده هنضطر أن نعمل بس مش بس كده طب أنا خلاص أنا ما فيش قدامي غير للتوبيس مصر هنقف لحد البديل يا دكتور ونطلع فاصل وصير وهنرجع لسيادتك مرة تانية أهلا بيك تعال نطلع فاصل يا جماعة ونرجع لكم على طول ورجعنا لكم مرة تانية ومعنا الأستاذ الدكتور محمد اللباد وهنستكمل ما بدأناه قبل الفاصل تفضل يا دكتور أهلا بيك فحنا النهاردة خلاص احنا اكتشفنا قلنا الأعراض كوننا نتكلم عن البدايل بزبط البدايل الخاصة بالكشف المبكرة عن الأورام احنا خلاص احنا قلنا في الحلقات اللي قبل كده أعراض الأورام وأعراض الشعاع وغير الشعاع اكتشفنا أن فيه ورام احنا بقى بنخطط لددخل جراحة كيف يكون إجراء الجراحة أكثر أمانة تمام أكثر أمانة وإحنا هنقول أكثر أمانة لأنه النهاردة محدش في العالم كله ويقدر يقول إن فيه أمان بنسبة 100%. يعني ربنا بس سبحانه وتعالى اللي بيضمن الأمان بنسبة 100%. فيه أعتى التقنيات والتكنولوجيات محدش يقدر يقول إن فيه نسبة. لكن إحنا بندور على أكثر أمان. كل ما نكون أكثر أمان. ده بناء إن أنا داخل شبه معركة. أنا بخطط لها كويس. بجهز لها كويس. بشوف أسلحة اللي أنا هحارب بها إيه. وكل ورم وكل مكان وكل نوع. لو أجهزته ولو استعداداته. ويبدي حاجات معروفة ما بين الأطباء. إن حتى أنا شعز أقولك إن صنية الآلات. كل نوع له صنية الآلات المخصوصة بيه. طب عزيزي نعرف يا دكتور إيلفر. بين أنواع مختلفة الإشعاعات أو التشخيصات. التي أريد أن تقول عليها إن إحنا نعرف. هل كل نوع من أنواع التشخيص بيحدد حاجة معينة؟ ولا هو خلاص يعني. ساعدنا. أنا النهارة زي ما قلنا أستاذة نور إحنا خلاص. عرفنا إن فيه ورام الله. أنا عاوز أتطمن على أي شيء قد يعرض حياة هذا المريض. مش بس حياته. قد يعرض وظائفه. وظائفه للخطر. فيه ناس بتدخل عمليات دكتور تطلع مشلولة. حطفيا يعني. تطلع مشلول. بالنسبة لعمليات الانزلقة الوضروفية تحديدا. تمام. إحنا هنا النهاردة هنطلع. أنا بالنسبة اللي لو عندي ورام في المه. أنا ألآني إن المريض يطلع مشلول. إذن هنا من سؤال حريك ده. أنا ألآني على مركز الحركة. تمام. النهاردة فيه رانين. النهاردة خصوصا الرانين الوظيفي. وفيه حاجة بسمها إما أرتراكتورو في دم. ممكن يقول لي كل الخلايا والألياف اللي بتلقل لنا الحركة. إحنا فين من الورام؟ هل الورام ضغط عليها بس هي سليمة؟ إذن هنا نسبة إن هذا المريض يصحى تمام وواعي. وبيتحرك كويس جدا نسبة عليها جدا. أنا هنا متطمد بالذات. ولا هل الورام ده داخل متغالغل جوه هذه الخلايا؟ إيه فين حتى نرجع بقى للأرقام اللي كنا بنكلم فيها من شوية؟ متغالغل بنسبة قد إيه؟ هل متغالغل في كل الخلايا؟ ولا متغالغل في خلايا قليلة؟ ممكن يبقى متغالغل في 10% من الخلايا. في 20% من الخلايا. يبقى هنا عاوزين ننم ثقافة الأرقام حتى عند الناس. النهاردة أنا مريض. الآن يطلع كلامه تقيل. ما بيكلمش كويس. إحنا هنا عندنا حاجة اسمها الرانين الوظيفي. FMRI بيختصره. الدكاترة FMRI. ده بيقول لكل غذائق. هل المريضة تبقى سليمة بعد العملية؟ أوه لو ورم دخل في أي مكان بالضبط؟ تمام. يعني هادر أبليك مثال. إحنا كان عندنا شاب زغير جدا لذيذ في كلية الهندسة. تكنولوجيا. هاي انتليجنت. إحنا خايفين أن الشاب ده الورم جام بمركز الكلام. ومركز الحركة بتاع الإيد. ده شيء خطير جدا. ده شيء خطير جدا. بزرد. نمتلم عن المهندس دي شغلة. لما عملنا له FMRI. إحنا اكتشفنا أنه هو محظوظ. ودي برضو فيها بعض النظريات. لا فيها بعض النظريات. إحنا عندنا مركزين كلام عند هذا الشاب. واحد شمال واحد يمين. إذن أنا هنا متطمد من نسبة عالية جدا. الشاب ده كان بقاله أربع سنين خايف يعمل العملية. تخيالي قد إيه بقى؟ يعني النهار ده هذا الرنين وهذا النوع من الرنين. ساعدني أننا نتنبأ أن هذا الشاب إن شاء الله هيقوم. ما فيش اعتلال في وظيفة الكلام بتاعته. دي أهم حاجة. ومش بس كده. والحركة بتاع الإيد اليمين اكتشفنا زي ما كنا بنقول من شوية. إن الفايبرز أو الألياف المسؤولة عن الحركة. لا هي مضغوطة. مزقوطة بالورا. طبعا ده بالحقيق. لكن مش متغالغة فيها. مش متغالغة فيها. تم استقصاله بالكامل. الحمد لله وشاب بقى زي الفل الحمد لله. ودي لها برضو حاجات تانية مكملة جوة العملية. بس إحنا مش عاوزين نتخطح حاليا مرحلة الفحوصات. الانفستيجيشنز اللي إحنا بنطلبها. قبل ما أدخل المعركة اللي هي بتاعت العملية نفسها. لا ده أنا بجهز نفسي التخطيط للمعركة. قبل المعركة. وقد أبقى الحقيق. طيب بقيت أنواع الفحوصات يا دكتور. إحنا كله النهاردة التطورات بقت رهيبة بالنسبة للرانين. بقى عندنا أنواع من الرانين. ممكن السادة المشاهدين كل اللي يعرفوه رانين. ده عادي رانين بالصبر. لكن ما عرفوش أن فيه أنواع تانية من الرانين. إحنا قلنا يمكن اتنين منهم. وهذا بقى الحريق. نهاردة فيه حاجة اسمها الـ MRE. الـ MRE ده رانين على شرايين المه. أنا النهاردة أحياناً. بيبقى المشكلة مش مركز الحركة مركز الكلام. فيه شريان مهم جداً. يعني زي شريان الأبهر ده أكبر شريان في المؤخد. ده لو تعور المريض ممكن تؤدل إلى الوحيد. ما هي هذه الحالات المرعبة اللي بتخلي المرضى يخافه من إجراء العملية؟ دي المرعبة. ويمكن إحنا حظنا أو حظ أنا يمكن أكتر حالاتي بشوفها من الحالات المرعبة. دي يمكن أولاية لما بشوف الأورام البسيطة. ربما أندي كسا حدوك وما يسمى حدوك مش من أولاية. أكتر خيرك. ممكن أنا فخور أن أنا بشتغل مش لوحدي معايا فريق من الاستشاريين. الزملاء وأصدقاء بعتز بيهم. وفخور أن أنا بشتغل معهم. إن شاء الله نيجي حلقة كلنا معاك إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله فخور أنه بيبقى تيم والتيمورك ده من الحاجات اللي إحنا عوزين ننميها في مصر. إن الناس تشتغل كفريق مع بعض. أولاية جداً يا دكتور اللي بينسب نجاحه للتيمورك اللي معايا. دائما الناس بتحب تتفرد بالنجاح للتيمورك. نهار دا أنا عندي اتنين عينين واتنين إيدين. لما بقى معايا اتنين من الزملاء استشاريين. إحنا بقينا ستة عينين ستة عينين ستة عينين ستة ثلاثة مخ بيفكروا مع بعض. بالتأكيد النتيجة استحالة حتى في الديسيجن ميكين واتخاذ القرار باستحالة. مهما كنت أنا شراطر ومهما كنت قويس. الحكاية دي تعليمتها بصراحة في اليابان. كنت في اليابان 2013. والإيد أستاذ كبير جدا ورئيس الاسم. بيساعد أستاذ يمكن داخل على الستين يا رب. طب احنا بنعملش كده ليه في مصر. اتنين بيشتغلوا عملية واحدة. وكل واحد منهم أستاذ تقيل وأستاذ له وزنه ومعروف في اليابان كلها. طب احنا ليه ما يبقاش عندنا هذا التيمورك. بصراحة هذه الفكرة بدأت من ساعتها. وقنست حلو جدا يا دوغتور. عمتا القرار الوحيد خطأ وإن كان صوابا يعني ده. آه ده صحيح. فربي ناديك الصحة وإن شاء الله تنشر الفكرة ده. إن شاء الله. نيجي بقى للرانيين على شرايين المهر. أنا عاوزة تطمي بقى هل الشريان وعدبال حريك جوه الورم؟ وهل هو مضغوط جوه الورم؟ ولا جانب الورم؟ تفرق كتير جدا بالمناسبة؟ في إيه بأي دوغتور؟ تفرق كتير جدا في الأسلحة اللي أنا هحتاجها معايا جوه العملية. حريك بتتعامل مع عملية نية حرب. طبعا. يعني بالحرب الورم كأنه أعدوه فعلا. ده هي كده هي فعلا كده هي فعلا حرب. النهاردة أنا لما أحتاج حرب النهاردة لأنه لازم أبقى عارف اللي أنا هوجهه ده فرض ولا فرض مسلح ولا ديه دبابة وكل واحدة من دول لها المضاد بتاعها. لأن النهاردة أنا لو ما تسلحتش قبل المعركة بالسلاح المناسب أنا تسرت المعركة من قبل ما تبدأ. قد أكون أنا شاطر جدا وأنا مقاتل عنيف لكن ما معيش السلاح المناسب. دي أهمية الكلام اللي احنا بنقوله ده يا أستاذة نور. إن أنا قاد أكون أنا مقاتل مقاتل شاطر ومقاتل كويس جدا بس ما معيش السلاح. أمكن أن أبقى سواء كويس جدا بس ما معيش العربية المناسبة. لازم أختار النوع المناسب اللي أنا هدخل به السباق العربيات ده. نهاردة دي تفرق كتير جدا وده اللي هدوره اللي كل نوع من دول. طب أنا هاخد بقى السلاح هنا هحتاج أنهي نوع من الألترا ساوند جوه قط العمليات. أنهي بروب حتى في الألترا ساوند هحتاجه. اللي بيقول لي حتى وأنا شغال الشريان ده فات. أنا جامل الشريان لأ ده أنا بعيد عنه أنا أقدر رشيل الورم كويس. دي بتفرق معه. اللي يوضحي ده بقى أنواع مختلفة من رانين لحضرتك زكري ده. آه تمام ده اسمه رانين على شريان المه. نفس الحكاية لو أوريدة في رانين مخصوص على أوريدة المه. شيئين. وحيانا طبعا من ندمك الاتنين ببعض. نهاردة بقى فيه حتى بقت حاجة جميلة جدا بقى فيه أشعة. ونوع من أنواع الأشعة المقطعية اللي حتى الشكل الجمالي فرق معايا مادة علمية داسمة وجميلة جدا. ومع ذلك نفس الوقت شكل جمالي. اللي بيطلع للورم بلون والشرايين بلون والأوريدة بلون. دي غير إشعة السبغة يا دكتور؟ غير إشعة السبغة ده تكنيك مختلف تماما. دي كتير من الناس ما تعرفهوش. لكن ممكن ألاقي الورم طالع باللون الأخضر. الشريان طالع باللون الأحمر. الوريد طالع باللون الأزرق. ده بيحدد لي كأن يرسم لوحة فنية بالزبط كده. وبيقول لي بالزبط فين الشريان فين الورم. لأنني هنا أنا مش داخل بقى أدور. ده أنا عارف من قبل ما أبدأ من قبل ما أبدأ. الحاجة اللي أنا عايزة فين؟ فين؟ جنب الورم؟ لأ جوه الورم؟ لأ إحنا بعيدين عن الورم. أنا هشتغل بأمان هنا وأخضرحتي. فتفرق معا كتير جدا. أنواع تانية من الرنين. يمكن برضو الناس ما تعرفهوش الرنين الطيف. الرنين الطيف بيساعدني كتير من الأحيان. مش كل الأورام بنا بقى متأكدين منها 100% لده ورم. أحيانا بتطالط علينا الورم. هل ده ورم؟ هل دي التهابات؟ أنا ممكن لسا النهار ده عندي حالة بقى أربع سنين مختلفين في تشخصها. أول مرة أشوفها النهار ده وكنت سعيدة إن أنا أشوفها أتفضل. طيب حضرتك عمانة تصلت لي فوني وهنرجع أطول مرة تانية لتجابتك. ألو؟ أيها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تعرف بيك. مدام دلالما. أهلا وسهلا تفضل لدكتور محمد محمد. أهلا محمد. طيب ماشي. كنت عاوزة أسهل دكتور. أنا أدية بقوم منهم بتشكشكني. وأحيانا يعني مفلت إن هي بننملها. وأحيانا برضو حاسة وأنا بصلي. أرفحت إيدي شوية بلاقي برضو صوابع إدية بتشكشك. ما تبطلش إلا لو نزلت إدية جنبية. أعمل إيه يعني؟ إيه أول خطوة أعملها إيه؟ حريك عندك سكر ولا حاجة؟ لا لا ولا سكر ولا ضغط. طيب الحمد لله يا ربنا أديك الصحة. بتزيد؟ يعني ممكن تصحيك من النوم بالليل يا مدام دلال؟ لا مش بتصحيني. أنا اللي ما بصحى من النوم الصبح بادري بل لهم منملين. لا منمل. لو مسكنا التليفون نتكلمنا المكالمة طويلة شوية تنمل؟ أي وقت دي أي وقت دي بتنمل شوية. طيب حاضر هجاوب حقيقة حاضر. شكرا انتصالك دكتور محمد هجاوب على حضرتك. شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور. دي طبع الأعصاب. يعني احنا في منطقة الأورام لكن لا دي مش منطقة الأورام. دي طبع الأعصاب. الحكاية دي شقعة جدا في الستات. ويمكن منشوفها ليل جدا في الرجال. يمكن بنسبة خمسة الواحد كل خمسة ستات أصادهم راجل. غالبا دي بتبقى اختناء في الأعصاب. دي حاجة مشهورة جدا عندي الناس. كل الناس عارفها يقولك العصب مخنوق. بزيد شوية لو يعني وزننا زي تسنة. بزيد طبعا طبيعي مع أوقات طبيعية. بتزيد مع الحامل أو الرضاعة. ويمكن حتى لما بيجينا سيدة حامل ولا حاجة. يعني بنقول لها لا روح الأول والدي مش محتاجة عملية. نسبة كبيرة جدا منهم بتحسنوا بالعلاج. بممكن تصل لسبعين في المية. لو ما تحسناش بالعلاج. بنعمل لها عملية تسليق بسيطة بتبقى في الإيد. دي الأعصاب بتاع الإيد. أعصاب الإيد. تدكتو دي يعني إيه أسبابها؟ هي لها أسباب كتير من ضمنها نقص الفيتامينات. من ضمنها زيزة الودن. من ضمنها لخبطة بعض الهرمونات. عشان كده يمكن بنشوفها في ستات أكتر من الرجالة. نادر لما بنشوفها في الرجالة. عادة لما بنشوفها في الرجالة. بنشوفها مع الناس اللي بيستخدهم إيديهم كتير. الناس اللي بيستخدم الدريل في الأرض. الاسفلت. الناس اللي عندهم أعمالية أدوية. اللي بيبقى فيه حركة عند الرزق كتيرة من أكتر. وعادة نحن طبعا بنشخصها كلينيكيا أهم بالكشف طبعا. وفيه بعض الكلينيكال تستس اللي احنا بنعمله. وبيساعدنا في التشخيص إن احنا نعمل رسم عصب على العصب اللي احنا شاكين فيه. بنمشي بالعلاج لو ما تحسناش بنعمل عملية وغالبا بتبع عملية بسيطة يعني. يعني عشرة دعائق كده. لك من هل سبب واضح؟ لا هي كل الأسباب اللي احنا قلناها بتفرق من معيان للتاني. فيه واحد بيبقى فيه أكتر من سبب. لكن سبب هو يقول هو السبب؟ لا بيبقى مولت فاكتوري. يا رب يكون يسمعتي الإجابة أستاذة دليل. طيب نرجع دخطر ليه أنواع الرنين. تمام. احنا قلنا يعني فيه بعض يمكن كنت بقول لحريك قبل الاتصال. إن كان فيه حالة احنا بقالها أربع سنين مختلفين. هل ده ورام؟ هل ده التهابات؟ هل ده تصلب متناسر؟ بعض حالات الندرة من التصلب المتناسر؟ يمكننا لحد كبير بيجي دور حاجة قبل ما ناخد ما نفتح وقبل ما نعمل عملية. احنا الأول عاوزين نعرف إيه اللي قدامنا ده. يمكن بيجي دور حاجة زي الرنين الطيف. الرنين الطيف بيساعدنا بنسبة كبيرة. إنه يقول لنا هل ده التهابات؟ أو هل ده ورام؟ في بعض الأحيان حتى بيقول لنا الورام ده هل ده ورام حميد؟ أو لو ورام خبيس ممكن يقول لنا حتى درجات الورام الخبيس. وده بيساعدنا بكتير جدا أنه يقول لنا في كتير من الأحيان أنه لا ده التهابات إحنا مش هنعمل عملية. ده مجرد أدوية مجرد علاج وبيجنبنا أن احنا نتدخل جراحيا في بعض الحالات اللي احنا مشتبه علينا فيها. يعني ممكن الرنين العادي يا دكتور يبين الحالة مشتبه بيها أن نتوه فيها. ولكن الرنين الطيفي ده هو اللي يحدد نوعين تهابات أو هل. وإحنا هنا كمبدائيا بنبدأ نقول والله آه لا ده التهاباتي هناخد أدوية ونتابع. وممكن نهيدل الرنين بعدها في فترة لو التهابات بالله هتحسنك جدا وتقريبا اختفت. لو لقدر الله ورام بيكون الوضع اختلف تماما في صورة الرنين يعني. تمام. طيب بالنسبة الجديد في أورام المخ. تمام. إحنا مرة اللي فاتت تتكلمنا في جزء كده ما عن ناس الكبار. وقلنا عايزين نتكلم في الأطفال شوية. تمام. عايزين نتكلم بقى في أورام المخ بالنسبة للأطفال. الأطفال برضو الأعراض الشائعة اللي إحنا عايزين نقول تاني. اللي هتحصل عند أي حد هيبقى سهل إن هو. يتخص. هو على الأقل هيروح يكشف. تمام. إحنا عايزين نشوف بقى والله حتى إن بعض الناس. وممكن بعض الزملاء يعالجوا العرض من غير منام الفحوصات. ودي حاجة مهمة جدا إن إحنا على الأقل ندور وأنا استبعد. وإحنا كنا نعمل فحوصات في أي مرض. مش بس أورام المخ. وحتى كتير من المرضى بإلاء. ولما أطلب له مثلا أشعة. إحنا النهار ده أنا لما أطلب فحص معين. أنا بتطمن إن المريض ما عندهش الشيء الفلان. هل يتطمنه وبتطمنه. ممكن يبقى وعيش في قلق وعنده ومرض بالإيحاق كمان. والحكاية دي مهمة جدا أستاذها النور. ومن خلال برنامجك عاوزين نقول للسادة المشاهدين. إن أي فحص بيطلب الدكتور. هو مش معناه إن أنا عند الشيء الفلان. هو عاوز يطمن أهل موجود ولا لأ. نهار ده بطلب بضرب مثال للسادة المشاهدين. مش معناه إن أنا طلبت سكر تحليل سكر. إن المريض عنده سكر. مش معناه ما هو أنا لو متأكد أطلب لك تحليل. خلاص أنا متأكد يعني. إنما أنا لما أطلب تحليل سكر. أنا عاوز أطمن إن أنت معندكش سكر. تمام. أكيد الوقاية خمي علاجة. بالضبط. أنا أحياناً يعني لما بطلب أشعة. مش معناه إن أنت عندك شيء معين. لكن أنا عاوز أطمن إن أنت معندكش حاجة خطيرة. تستدعي تدخل بدري. تستدعي تدخل سعيد. لأن أنا بلاحظ في كتير من الأحيان. أنا مجرد مطلب الفحص. خلاص. اللي مشوشة بغيرت. اللي التعبيرات اختلفت. بقى فيه تعبيرات خايفة مخدودة. لا إحنا ما بنقدرش نعرف أي حاجة لحد ما ييجوا. وأحياناً كتير بطلبوا الفحص عشان ما اتطلب. يمكن ده برضو في الأطفال. ودي اللي اختلفت في السنين اللي فاتت. وحصل تطور كبير في تشخيص أورام المخة عند الأطفال. اللي كان أشهرها القياء ترجيع. وكنا بنقعد فترات طويلة الطفل بنشخص على أنه نزلة معوية. نزلة معوية وند أدوية للنزلة المعوية. ما بتتحسنش النزلة المعوية. ويمكن ده مع أن تشهر الأشعة المقطعية ورانين المعناطيسي. بقى سهل جداً أننا نطلب النهاردة أشعة مقطعية. أستبعد قبل ما أثبت أن الطفل ده ما عندوش ورام في المهة. يعني القيء ده عرض منتشف بين الأطفال. بين الأطفال وخصوصاً مع أورام المهة. إحنا زي ما اتفعنا عاوزين نركز مع حركة تاني على الحاجات اللي هي ما فيش تقل في إيد في رجلة ما فيش صعوبة في الكلام. لأن دي أعراض الناس بتجري بسرعة تكشف بسرعة بالزبط كده. نازم يجتمع أعراضين يا دكتور. أعتقد أنه لو أعراض واحد يبقى كده إحنا ألقنا الناس زيادة. ومش بس أعراض وعراض مستمر. وعراض مستمر. يعني النهاردة ما ينفعش هنا النهاردة يجيله صداع. النهاردة والصبح أصحى لقى نفسي كويس أقلق. طيب ما كل الناس كده. ما فيش واحد في العالم مش هيجيله صداع. أكيد. ده بالحركة. ممكن أن يصحى من النوم ده يكون بسبب نوم غلط رأبت واجعي. ألم الرأب ألم الظهر. يعني أشهر سبب لألم الظهر مثلاً البارد. تمام. ما ينفعش النهاردة أنا يجيله شوية توجع في الظهر أقول أه ده وضروف. تمام. أو لا ده ورم في الظهر. لا. إحنا عوزين أعرض وعرض بيستمر فترة. ما لم يكن حاجة لأقدر الله كبيرة زي تقل في إيد أو في رجل. لا. ده لازم بسرعة. لكن إحنا بنتكلم على الأعراض الشائعة زي الصداع زي ألم الرأب ألم الظهر. لا. النهاردة ده عرض وعرض مستمر معي فترة. حتى اللي إحنا قلنا دلوقتي القيء أو الترجيع. لو جاء ترجيع وخلاص خدنا زي ما كنت بقول شوية أدوية ويوم والتاني تحسن خلاص وقف. ده حاجة ما تقلق ناشي. أو نازلة معاوية أو هكذا. خصوصا بقى في الأطفال لو بقى معها عدم اتزين. الحكاية دي مهمة جدا أن احنا ناخد بقى لنا أن الطفل بدأ وهو خصوصا لو كبير شوية هو اللي بيأكن نفسه. هو اللي بيعتمد على نفسه. بدأت المعلاقة بتتهزف إيده. فيه رعشة في إيديه. بقى فيه عدم اتزين في المشي. بحس أنه هو مشيته مش متنزنة. بيحدث في المشي. بيحدث على ناحية. الحكاية دي لأ. يعني قيء مع دول. النهاردة بقى فيه علامة. في الأطفال الأصغر لما يكون الراس بتكبر. الراس بتكبر في البيبس. وبعض الناس تستغرب. هل البيبس قاد لا البيبس ممكن يمع عندهم أورام. احنا بنشوف أورام لأطفال لسه مولودين. يعني ممكن يتولد بيه. ممكن يتولد بيه. أن فيه بعض الأورام. برضو احنا مش حاوزين لأن السادة مش حاوزين بيلاقوا بصرع. دي حاجة نسبتها قليلة جدا تكاد تكون نادرة. سن شهرين وبيبع عندهم أورام. لما في الحالة دي بلاحظة أن الطفل رأسه بتكبر. أول حاجة لازم أعملها. أن أنا أطلب فحص على مخ الطفل ده. الحاجة التانية. النهاردة هيتفاجأت السادة المشاهدين. لما يكون النهاردة أنا بروح لحمام كتير. الطفل بروح لحمام كتير. وبيعمل كمية مية زيادة. بأحد العلامات غير الشائع وغير المنتشرة. لارتفاع في ضغط المه. فعلا. ارتفاع في ضغط المه. على الأقل برضو عشان نطمن السادة المشاهدين. أسباب كتير جدا ممكن تعمل كده. من ضمنها التهابات في المسالي. بس أطمن أن النهاردة ده. مش سبب الارتفاع في ضغط المه. وخصوصا لو مصحوب. زي ما حقيق قلت. لو هندمك بقى أكتر من عرق. لو مصحوب بنوم كتير. طفل بروح لحمام كتير. وبينام كتير. تشنجات من ضمن الأعراض. الشائع جدا في الأطفال. مشكلتنا أن الكهرباء الزيادة والصرع منتشر جدا عند الأطفال بدون وراء. بدون وراء. يعني ممكن يحصل كهرباء وتشنجات بدون وراء. هنا بقى الكلام للزملاء الأطباء. مش للسادة المشاهدين. لا. لما أي تشنجات في أي سن لابد أن أنا أعمل فحص. تمام. نحن اكتشفنا ناس كتير جدا عندهم أكبار. عندهم تشنجات. بقى لهم أكتر من خمس سنين. وبعض الزملاء ممشيانهم على مضادات التشنجات أدوية الصرع بدون منام بالفحص. بدون منام بالفحص. الحكاية دي خلاص. نهار ده أي تشنجات في أي سن تساوي فحص. أكيد طبعا. ده عارض واضح جدا يا دكتور. عارض يعني يمكن عشان هو منتشر بدون أورام. لأن نسبته بدون أورام عالية جدا. الناس متطمنة على العالم من يديك أهرباء. لكن هنا برضو ده كلام برضو للزومة للدكاترة. أنا النهار ده لما أعمل رانين وألاقيه كويس. غير لما يبقى عندي مشكلة وأنا مش منتبه لها. أنا كطبيب أو أنا كمريض. نهار ده عملت رانين ولقيته كويس جدا. أنا هنا تطمنت أنه ما فيش حاجة. ما فيش أورام هو اللي عمل للتشنجات. ودي نسبة من الأورام تصل إلى 40% من الأورام بتعمل لنا تشنجات. إذن إحنا بنتكلم على رقم مش قليل. لما كل عشر أورام فيها أورام أربعة منهم تقريبا. هاعملوا لتشنجات رقم تي. 40% يعني هذا. يبقى أنا تطمنت أن التشنجات دي مش نتيجة عن ورام في المخي. بقى أنا هعالج ده على أنه كهرباء زيادة أو صراء بناء للمعتاد. طيب يا دكتور. محتاجين نعرف من حضرتك كده خطوات كده واضحة. إزاي نبدأ في الفحص بالتدريج. الناس شك عندها عراضين 3-4. نروح للدكتور على طول ولا نروح نعمل أول رانين وبعد كده نقرر رحلة من نفسه. طبعا أنا محبس خالص إن حد يطلب فحص بنفسه. مش عشان حاجة لأن الفحص بيختلف. يعني أيام مثلا جالي مرضى سواء كان في المخ أو العمود الفقري وغدى بالحرائيك. هم عمليين زي ما حرائك قلت كده اختصارا للوقت وعشان ما نتبكش يا دكتور واخد بالك. فإحنا عملنا رانين. نتبهنا إشاعات يا دكتور وإحنا هنعملين رحلة. أو هو عمل لوحده. ونكتشف إن الفحص المطلوب في المنطقة مختلفة. فأنت كلفت نفسك مديا وكلفت نفسك وقته وكلفت مركز الأشعة وقته. يعني كتير جدا من الناس يجولي بألام في الظهر. خلاص هو عمر رانين على الظهر من قبل ما يجيلي. وأنا أكتشف مشكلة في الرقب. أه ممكن يبقى مشكلة في الرقب عمل لي وجع في الظهر وعمل لي ألام في الظهر. ودي حاجة شائعة ومنتشرة وليست قليلة يعني. الفحص مبدأيا. طب أنا هعمل الأشعة وهكشف. طب ماكشف الأول. يبقى أنا طلبت الفحص السليم المزبوط. تشخصت إكلينيكية لأن التشخيص الإكلينيكي ده مهم جدا. خصوصا يمكن هنيجي في الموضوع ده في حلقات العمود الفقر إن شاء الله. لأن ده يعني الكشف الإكلينيكي مهم في كل الحالات ويتعاظم مع حالات العمود الفقر. لأن أحيانا كتير جدا ممكن يبقى عنده غضروف في الأشعة. وبالفحص الإكلينيكي أكتشف أن المشكلة ما لهاش علاقة خالص بالغضروف خالص. خالص تماما يعني. مش كلها يعني عنده غضروف في ظهره. عنده وجع في الظهر يبقى الغضروف هو سبب وجع الظهر. 30% من الناس عندهم غضروف كبير جدا ما مشتكوش منه. وعشين دي. وعشين دي. يعني ما حالي يبقى عنده غضروف ومش عارف. هل دي لها ضرر على المدى البعيد يعني؟ وهي سؤال الله حريك سألتيني السؤال ده لأن الكلام ده أعمل رعب لكتير من الناس. وحتى الناس اللي عندهم غضروف. هو الغضروف عمره ما هيعمل ضرر قبل ما يعمل الضرر هيعمل لي مشكلة. يعني ما فيش غضروف فجأة هيعمل لي مشكلة كبيرة من قبل ما يديني تنبيهات. اللي من ضمنها الألم. الألم بقى في أي مكان ولا في المكان المكان؟ في الأماكن المناسبة للغضروف يعني كل غضروف وكل مستوى يعني غضروف الرقبة بيعمل لنا ألم في منطقة الرقبة والكتف والدراع. غضروف الضهر بيعمل لي في الضهر والرجل اللي هو بنسميه بعرق النسا. لكن الألم ده من نعم ربنا علينا بالمناسبة. الألم ده أكبر تحذير وأكبر جرز بالزبط. أكبر نزير من نعمة ربنا علينا. فما فيش غضروف فجأة كده النهار ده هيعمل لي مشكلة ودي إلا طبعا بعض الحاجات اللي بنعتبرها الاستثناء الرهيب والنادر جدا للحالات. لكن كان الكلم قاعدة عامة ما فيش غضروف فجأة كده وإحنا بنطمم بقى السادة المشاهدين. لا لو في غضروف مش هعمل لك أي مشكلة تطمم مش هعمل لك مشكلة فجأة كده لازم هديك انذرات قبلها وقت واثنين وشهر واثنين وثلاثة. فأتطمم يعني. الحمد لله. إن طالما ما فيش علم يبقى الدنيا تمام. الدنيا تمام. طيب تحب هارفت دي في أي شيء دكتور في أمراض أوران المخل. أما عرفش إحنا عرفش إن إحنا عرفش إن إحنا عندنا وقت ولا لا. لأن إحنا إحنا تكلمنا دي الوقت على الفحوصات. إحنا تكلمنا عن التخطيط والتجهيزات للمعراكة. لكن المعراكة نفسها بقى ده فيه جديد وفيه كلام إحنا النهاردة بقينا منبهرين بالتطورات. إحنا حتى كده كدرة منبهرين بالتطورات الرهيبة في إجراء العملية الجراحية. وإزاي النهاردة بقى فيه النهاردة. عوامل بتساعدنا جوه وقت العمليات إن نسبة السلامة والأمان تبقى عالية جدا بالنسبة لللمريد. دي أهم حاجة في قط المعراكة أو قط العمليات نسبة نسبة الأمان والسلامة. عشان المريض نفسه يجدم على هذه الخطوة. لأن الحقيقة صعبة تبقى صعبة قوي. طيب دكتور فيه سؤال جدنا على الصفحة فيه حد بينام لما بيصحوا منهم بيلاقي رجليه منملة مع ألم في أول فقرة في الرقبة. ده علاقته إيه ببعض؟ يعني هل مرضوعة تنميل الرجل خصوصا القدم؟ يعني من عند مفصل القدم كده والحيطة بتاعت الرقبة بيوجعهم مع بعض. إيه علاقت ده ببعض؟ هل عموماً وطبعاً وارده بأل عمود الفقر؟ بس النهاردة أنا عاوز أقول للسادة المشاهدين النهاردة لما أقول لعمود الفقر موادو الفقر ده فيه حاجات كتير جد. أجزاء كتير. كتير جد. يعني أنا أقصد دائماً يتبادر للناس لما أقول لعمود الفقر ده بضروف. لا عمود الفقر ده قاعد يكون شوية شد عضلي بالمناسبة. قاعد يكون شوية التهابات بسيطة وأدباء الحراق teams. قد يكون التهابات في المفاصل ما قال عمود الفقر ده فيه مفاصل صغيرة هي اللي ربطة الغدريف والفقرات ببعضها مفاصل صغيرة وحتى أنا عندي نموذج صغير كده في العادة بوريه للمرضى بتوع عشان يتطمنوا ان ده حاجة بسيطة أه قد يكون عمود فقر بس من النهاردة لما أقول عمود فقر مش معنا كده انه ده غضروف أو ده حاجة خطيرة قد يكون حاجة بسيطة قد يكون شد عدد من أشهر الأسباب اللي بتعمل لنا إعلام في الرقبة أنهم الغلط والقعدة الغلط والقعدة على اللابتوب بكتب هو هنا بقى الناس اللي بتقعد فترات طويلة ناس اللي بتسوق فترات طويلة الناس اللي بتنام كلنا بالنام طبعا احنا محتاجين المخادة تبقى مريحة تبقى في ارتفاع الكتفة لا تبقى عالية ولا تبقى واطية في ارتفاع الكتف بحيث أننا لما أبقى نايم على جنبي أنا رقبتي مظبوطة زي التشريح الرباني وربنا خلق هل تحب ترفع المخادة يا دكتور بشكل غريب اه هتتعبها طبعا أنا أرفع المخادة إن شاء الله المرة جانب أن جيب له حريقة مجسم للعمود الفقري أنا أرفع المخادة أو أنزل المخادة معناها أن العمود الفقري عندي متن شوية متن شوية معناها أن فيه الأعصاب ياللي تحت ياللي فوق سواء كان رفعت أو نزلتها مضغوطة 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 النهاردة مضغوطة ساعة غير مضغوطة ساعتين غير مضغوطة بقى دي عادة حياة أسلوب حياة إن أنا كل يوم بنام كده ده مضغوطة سنين بقى بيقوم من الأم تعبانين من نوم ليه ها بيقوم من الأم تعبانين من نوم ليه الطيرات الهوى الشديدة بتتعب خصوصا في الصيف تكيفات لو عالية تحبش إن الرياش تبقى موجهة مباشرة علينا أنا يمكن بقولي الحاجات الشائعة قبل المرضية الحاجات اللي هي الطبيعية قبل ما يبقى فيه غضروف وقبل ما يبقى فيه كسر فقرات قبل ما يبقى فيه حاجة خطيرة لا ده فيه حاجات شائعة جدا ممكن تعمل لنا ألام وإحنا ممكن بتجنب الحاجات البسيطة طبعا تهريك من الريقاء خير من العلاق خير من العلاق معنا اتصال تليفوني أستاذ محمود ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أكلم لأستاذ محمد أستاذ محمد اللي بات مع حضرتك وسامعك تفضل دكتور محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور محمد أنا مسائزة أم بجوار العملية اللي عامتها دارة لنا كان لها أورام في العمود في النقاع الشوكي تمام وأنا عندي غضروف الرابع والخمسة تمام إيه مسألت اتنين دكاترة فقرول العملية وأنا مسائزة عمل العملية تمام ماشي أجاوبك على سؤالك حضر شكرا دازين عزيز محمود شكرا تمام حضر دكتور محمد سلام حضرتك وهيجاوب عليك شكرا جزيلا شكرا يا دكتور شاكر ليك طبعا شكلك بتسألنا بعد عملية جارتك اللي كان عندها وراء مع الحبل الشوكي مبدئيا أنا حب طبعا أشوفه شوه بس يعني هو أو أي مريض نهارده غضروف ما بين الرابع والخمسة وده كويس يعني أنا سعيد جدا بالاتصال ده عشان نقول للناس ان ما فيه الغضروف ما بين الرابع والخمسة كل غضروف له شكل له حجم له مكان له بروز مختلفة يبقى إذا النهارده ما فيهش غضروف سابت ما فيهش غضروف واحد أنا غضروف عندي غير غضروف عندي جاري غير غضروف هنا طيب مبدئيا طبعا لأنه هو شكله قلئان ومروب من العمليات مبدئيا يعني نتيجة نستكون بنتكلم عن الحالة دي دكتور لا نحن يمكن أستاذ النور ركزنا الأول على أورام المخ وإحنا النهارده بنصعب الموضوع يعني حتى التقنيات اللي احنا بنتكلم عليها دي في أورام المخ الصعبة لأن أورام المخ برد مش كلها صعبة في أورام يعني عملياتها سهلة وبسيطة وفي أورام على جزع المخ أورام في قاع الجمجمة إن شاء الله نفصلها في الحلقات اللي جاي ويمكن أنا حبيت أبتدي بأورام المخ لأن أنا عندي ظن بس يواضح إن لا الموضوع كده إن النهارده الناس بدأت تقتنح إن عمليات الغضروف سواء كان في رقب أو الضار بقت عمليات بسيطة والدنيا تطورت فيها وبقت سهلة جدا النهارده كنا بنعمل جرح قد كده لما ابتديت سنة الثمانية وتسعين النهارده بقى الجرح النهارده بكلم على سنتين النهارده بقى ممكن نعملها بالمنظار بنعملها بالتدخل المحدود المريض بيقوم من البنج يتمشى بدون مبالغة لكن ده مش معنا كده برضه إن أنا أدفع بأدفع المتصل إن هو يعمل عمليات هيتفاجئ لما يعرف إن 80% من حالات اللي نزلهاك الغضروف بتتحسن بالعلاج أو بالعلاج التحفظي مش بس الأدوية أدوية وتعليمات الراحة ممكن جلسات علاج طبيعي طب ما تحسناش بالحاجات دي هل يبقى حرص نطينا على الجرح لا فيه بداية النهارده بقى فيه حاجة اسمها حق نهارده إن أنا بحقن حقن نوع لجزور الأعصاب في بعض الغضروف بتجيب نتيجة رائعة يعني النهارده بقى فيه حاجة اسمها ترد وتحريري نهارده فالعملية عموما إحنا بنحتاجها حوالي 10 إلى 20 في الماء من العين 80 في الماء من العينين بزبط وأنا هنا بطم من السادة المشاهدين أنا محتاج أعراض أعراض مرتبطة بالغضروف لأنه ممكن العراض يعني ممكن هو يقول أنا عنده واجعة في الضهر ممكن أكتشف أن نديل تهابات عشان كده لازم نفحصه ممكن أكتشف أن نديل تهابات في المفاصل زي ما كنا بنتكلم من شوية يبقى إحنا عاوزين أعراض دي الشروط التدخل الجراحي اللي من خلالك بقولها بصوت عالي لكل السادة المشاهدين بعمل فضلك وعمليات العمود الفخر لابد من شروط عشان أعمل عملاي أعراض مرتبطة بالغضروف لا تستجيب للعلاج التحفظ دازم تلاتة ونختم بهذه النصيحة السامينة يا دكتور شكرا لك حقيقي سامتعنا جدا وليحديث معك كان أكتر من رائع شكرا جزيلا لتعبك وجودك معنا وبنوجه طبعا المتصل التواصل مع دكتور محمد قدر مستطاع قدامك العنوين على الشاشة عشان مش كل الناس عندها الضمير ده دكتور المريض الأول للعلاج وفيه بدائل وفيه حاجة كتير العملية زي المسياتك بتقول آخر خطوة شكرا جزيلا لتوجد خضرتك معنا دكتور محمد اللباد كان معنا نهاردة يا جماعة أستاذ دكتور محمد اللباد استشاري جراحة المخ والأعصاب العمود الفقري عضو الجماعية الأمريكية والكونجرس الأمريكي لجراحة المخ والأعصاب عضو الجماعية الأوروبية لجراحة المخ والأعصاب عضو الجامعية اليابانية لجراحة المخ والأعصاب أستاذ مساعد بيكوليت لطبق جامعة الأزهر شكرا لكم شكرا جزيلا واستنوني على الصفحة أنا ودكتور محمد هنطلع لايف إنه وهم عن موعد الإعادة شكرا لكم وكانت معكم نور العقاد إلى اللقاء